بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم في المحاضرة التانية في مساق التشراعات العالمية في فلسطين وقد تحدثنا في المحاضرة الاولى عن طبيعة مساق التشراعات العالمية وذكرنا ان هذا المساق يتناول القوانين اللي هي معنا التشريع وقلنا ان التشريع هو القانون او التشراعات هي القوانين وقلنا ان هذا المساق يتناول التشراعات او القوانين التي تنظم عمل الصحفي في فلسطين وخدوا بالكم من كلمة في فلسطين سنجعلها بالتفصيل وقلنا ايضا ان هذه القوانين تبين الحقوق والواجبات الملقاة على الصحفي وتبين ايضا حقوق الملكية في العمل الصحفي او في المجال الصحفي لان حقوق الملكية مجال كبير والملكية الفكرية وتتحدث ايضا عن الافعال التي يعتبرها المشرع جرائم الافعال خلينا نكون واضحين الافعال والاخوال انه معظم الجرائم الصحافة هي اخوال وتحدثنا ان هذا المساق سيتناول شروط العضوية في نقابة الصحفيين ومن هو الصحفي وتحدثنا ايضا عن قانون المطبعات ذكرنا انه من ضمن القانون القوانين الموجودة قانون النشر والمطبعات الفلسطيني الذي يختص بشكل دقيق في العمل الصحفي او هو القانون الذي ينظم عمل الصحفيين فلسطين مع بعض القوانين لكن هو القانون الرئيسي واخر الموضوعات وهي من الموضوعات المهمة جدا وهي اسباب او ما تعرف باسباب الاباحة وهي اهم موضوع في هذا المصاع ولو احنا عرفناها وتمكننا منها ان شاء الله لن نتعرض للمخاطر والمشاكل اثناء عملنا واخر المواضيع انا تراولت موضوع اخلاق المهنة من زاوية وخنونية اعلم انه الدكتور ابراهيم المصري معكم في مادة تانية اسمها اخلاقيات المهنة لكن لو تمكننا هشرح لكم اياها من زاوية تانية طيب انا قلت انه هذا الكتاب ما تخافوش منه الكتاب بسيط وممتع وكله نقشات وهو الذي الموجود فيه هو اللي حيواجهك في الحياة العملية ويفهمك الطريقة السليمة في السير في عملك بدون ما تتعرض لمشاكل او تواجه عطارات في اثناء عملك الشغلة تانية انا قلت لكم انه هذا الخوانين الصحافة موجودة ايضا مثلها في العمل التجاري فكنا ندرس في مادة التجارة في كلية التجارة مادة القانون التجاري واكبر من الكتاب هذا حوالي خمسمائة صفحة ومليان او مليء بالمصطلحات القانونية اصعب من هذا كتير لكن كنا نبسطها للطلاع وفي مادة التجارات الصحية لكليات الطب او العملية في المجال الطبي وفي التجارات الاجتماعية في كليات الاجتماع وحتى في المدارس اصبح هناك حقوق الانسان والديمقراطية كتب لانه الفهم القانوني والتقافة القانونية مطلوبة مطلوبة انه كمجتمع قبل ما نكون اصحاب مهن لانه البلد الذي يسود القانون السليم تخلو من نزاعات والمشاكل والكل بيعمل براحة وبأمان وبدون خوف وبدون جلق انت بتشتغلو انت مش جلقان حد يتعرض لك البلد بتتطور انسان بمارس حرياته حسب القانون وباخد حقوقه فاحنا معنيين نكون في تخاف قانونية اكتر وهذا دور الجامعات والمدارس زرع التخاف القانونية في عقول شعبنا او طلابنا او شبابنا اه طيب احنا بنتكلم عن اخطر المواضيع واهم الحقوق بنتكلم عن حق حرية الرأي والتعبير وهذا الحق اه له اهمية كبيرة في البلد البلد اللي بسودها اه او اه موجود فيها اه متسع او مجال كبير للحرية الرأي والتعبير اه بتحس انه البلد هادي اه ماشي صح وفيها ضم قراطية وفيها تخدم وفيها انتعاش اقتصادي لانه حرية الرأي والتعبير اه من خلال ها الانسان بعبر عن اراه وافكاره اه بحكي البدويا بقول البدويا التعبير على الافكار بخلي الناس اه 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 خلنا مسلا اهل اه اه رجال الاعمال او رجال الدولة اه يأخذوا بالهم من بعض الشغلات او مسلا ممكن تطرح فكرة يتبناها رجل اعمال تتبناها الدولة ممكن تنتقد شغلة اه ضرورية في البلد زي نقول مسلا مشروع سد مشروع اه اه صرف صحي مشروع مسلا العلاقة في الكهرب في المياه في التطور الاقتصادي اه ورجال الدولة او رجال العمال اه ياخدوا بالهم منها ويعدلوها ويزبطوها اه ممكن تتخذ الفساد اه تنتقد اه سلوك الموظفين العموميين تنتقد سلوك المجتمعات المجتمع المدني المنسات المدنية كل هذا اه بعمل على زيادة اه الرخاء والظهار في البلد وزي ما قلنا لكم اه حق حرية الرأي والتعبير اه حق من حقوق الانسان ولم يأتي اه منحة من حاكم او من اي شخص اه بل ان تم انتزاعه عبر طورات اجتماعي وسياسي وحركات اصلاح فكر وديني اه وتعدى تعدى بالاف الناس واستشهد الالاف من اجل هذا الحق طبعا اللي بدرس في التاريخ او بتابع الكتب التاريخية اه بلاحظ او بشوف او بسمع قديش ناس ماتت وناس تعزبت من الفلاسفة والعلماء اه لانهم اه كانوا بحاجة لطرح افكارهم وراهم وكانت السلطات تمنحهم من دالك وصمموا على دالك دفعوا حياتهم وارواحهم تمن دالك وفي ناس خشت حروب ونزاعات وتوران فالموضوع لم اه يأتي يعني فجأة نقول انبارح صار في حق الناس انها تعبن عن اراءها وفكرة كان هذا الكلام ممنوع الى حاكم هو اه كل شيء هو صحاب اله هو صاحب الفكر وصاحب المشورة وصاحب كل شيء وايضا الكنيسة كانت نفس القصة وبرضو احنا اه نفس الحكاية كان عنا اه بعض الافكار المظلمة ممنوع تعبر عن اراءك وفكرك في في لحظة من اللحظات اه وطبعا في زمن الاحتلال كذلك اه هو اهم الشيء احنا بنسعاله الشعوب المحتلة هو انك تاخد حريتك وتعبر عن اراءك وفكرك وتقول بدك اياه اه طيب حرية الرأي والتف اه والتعبير كمان اه ينبع عاميتها نهيه مدخل لكثير من الحريات زي الحرية النقد وقلنا حرية النقد من اهم الحريات لانه انت او الناس لما تعبر او تحكي او تنتقد عمل الناس التاني المكلفة بادارة اعمال في البلد اه ممكن تاخد بالها اه حتقول انه الناس مش هيسبوني لانه هاد فيها بلد حريات هي هيحكوا عني وحيعروا شغلي فبصير يحسن شغله ويحسن اداه وهذا طبعا بعود بالفائدة علينا على المجتمع اه من اقولنا هي مدخل لعدة حقوق منها حرية الصحافة والطباعة والنشر وحرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني اه وزي ما انا كاتف الكتاب الانتقاص من حرية الرأي والتعبير هو انتقاص من نظام الحكم الدموقراط السليم احنا بدنا اياكوا اه تزرعوا اه اول حاجة نزرع فروسكو وعقولكو انه لازم يكون عندنا حرية رأي وتعبير ان امن فيها وثم انطالب اه انشهات المعنية بتطبيق هذا الكلام بنفعش انه انا اه اظلي خايف ومتوتر ما عبرش عن رأيي اه في الامور السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية انا في مشكلة في الكهرة بدي احكي انه في مشكلة انه في سرقة بدي احكي في سرقة انا بدي احكي انا بغلطش احد انا بحكي انه في شغلات موجودة في مثلا اه اه مشروع فاشل والدولة قائمة عليه لانه في راجل منتفع من وراه بالضحكي مشروع مثلا بتكلم احنا طبعا بلد صغيرة بس انتو بتتكلم مثلا على دول تاني زي مصر السعودية الامارات اه الاردن امريكا الارجنتين هدي عندهم مشاريع بالمليارات فطبعا اه في هناك بكون في فساد وفي تلاعب وممكن يعطوا مشاريع او الدولة الضغيرة بس بغرض اه انه واحد ولا اتين من الدولة ينتفعوا منها او يسرجوا من خلالها فهم يكون يعملوا مشاريع بالمليارات والمشروع يكون فاشل بس عشان يطلع له سمسرة مليار او نص مليار او مليون من دولار فمن حجنا احكي اه طيب اه لكن احنا اه وهذا الكلام هنكرر دايما حرية الرأي والتعبير لازم تكون ضمن حدود حدود القانون لانه القانون هو هنيجي عليه هو اللي بحكم العلاقة ما بين الناس هو بنظم العلاقة احنا مع وجود قانون سليم وحنيجي على الكلام هذا فاحنا ملتزمين اه كمواطنين اه في حدود القانون لكن لما يكون خانون سليم مش خانون زي الخانون اللي عنا فيه مشاكل فعشان هيك انا من الحين بحكي لكم انه انا حكون معكم اه بتاع او بحرفكم عن بعض التغارات في الخانون او المشاكل اللي موجودة في الخانون والعيوب اللي ممكن تقيد عملك وتعرضك للمشاكل اقول لك كيف هاد هاد الشغلات مش موجودة الان في اه خوانين اه اغلب الدول كلها انشاء لتود عدلة لكن احنا ما زالت موجودة طيب انا كيف بدي اشتغل كيف بدي اخد حريتي كيف بدي عبر عن رأيي انا كل كلمة بدي احكيها بدي اقعد خايف منها اه غير فيها وابدل فيها كل صورة غير فيها وابدل فيها بنفعش انا مسلا اعلامي طالع التلفزيون بدي احكي في المباشر طيب انا خايف بتوتر مش حينفع هدي العيوب هدي اه هتحتاج وقت عندنا في فلسطين اه للتغيير اه ان كان اه بسبب الانخسام وغياب السلطة التشريعية اللي هو البرلمان او المجلس التشريعي او بسبب انه السلطات الحاكمة مش عاوزة اتغير طب انا ايش في اه ايش اقدر اعمل ايه كيف فانا بدي اه بدي اتحايا القصص هادي ما عشوا بمشكل واعرض حالي للاعتقال والمشاكل والخلافات مع الناس فلازم افهم وين المشاكل هادي عشان انا اوفهم كيف اتخلص منها لو انا مقعد في مشكلة احنا هذا الكلام هنفهمكم اياه اه هنقولكو اه عن الشغلات الممكن انت تقولها اثناء التحقيق او تكتبها اثناء الشغل التحقيق في النيابة لو وجعت المشكلة او اثناء عملك تتحايا تكتبها او تكتبها بسلوب تاني عشان ما توجعش في مشكلة لانو قلت قلتلكو هاد الخوانين هي موجودة في البلد وهادي الخوانين انت بكر بقول فيش خانون لا في خانون لما تروع المحكمة او عن نيابة حتلاقي الخوانين انت بتلفي وجودها او مش عجباك حتلاقي اهية موجودة والقاضي هيقول لك انا ماليش علاقة والنياب ماليش علاقة انا في عندي نص خانوني ومطبك في البلد انت سراجت بندك تتحاكم مسلا سنتين انت غلطتك او شوهت سمعت واعت تتعاجب مسلا ثلاث شوه او ستة شوه فعشان ايك احنا حنكون معكو اا اول بول لانو انا انا مدرك وعارف عن نتيجة الدراسة انو هاد القوانين في مشاكل كتيرة وحيحتاج وجد طويل او سنوات للتعديل فطبعا انت مش هتستنى اا اتناء العمل اا لما خلصوا هالمشاكل هاد وبعدين تشتغل بدك تشتغل بالموجود الموجود فيه مشاكل طيب اا الصحافة اا اا او اا او اا او اصحافة والعلام احنا طلع امرا باستخدم صحافة وعلام العلام اشمل من كلمة صحافة اا اا ازاد همهة الاعلام مع التطور التكنولوجيا والفن الكبير وصار الاعلام ايضا دور اكبر في تأهيد الشعوب او التأثير على الشعوب على الرأي العام وتكوير رأي عام في المجتمع اصبح سلاح خطير ويمكن احنا نضل الوجهة هنشرح لكم القصة الثان اصبح الاعلام اقوى من السلاح الطبيعي في هزيمة الشعوب او بعض الدول او الخضاء على الدول طيب فهنجا ادروا لكم امتلنا قدام كيف يستخدم الاعلام في الحروب بين الشعوب او بين الدول اا الحين احنا اا حنخش او الان حنخش في المدخل او الفصل التمهيد الاول اللي هو له علاقة اا بالقوانين اا والتعريف بالقانون لازم يكون عندك يعني احنا اخترنا يكون اا وطبعا هذا الموجود في كل كليات الاعلام لازم يعملوا مدخل قانوني يعني فصل تمهيدي العلاقة بالخانون البحث. يعرف الطالب بعض الشغلات الخانونية. وطبعا مش ملهاش علاقة في موضوعه. الحين تشوفوا يعني اهم شغلات موجودة ممكن في الفصل الاول. اه طلعوا هذا الكتاب كله كويس. بدي شادلنا اقول هذا مهم وهذا مش مهم كله كويس. وان انت في متل كتاب هذا عمرك ما بتوقع في مشكلة وبتعرض مشكلة. انت الحين تقول احنا بس نخلص. احنا بنوخد بانا لا لا الصحفيين كبار كبار جدا تعرضوا للمشاكل وتبهدلوا نتيجة عدم فهمهم. اه للخانون. طيب احنا اه حنيجي اه على الفصل الاول اللي انا بسميه المدخل التشريع والمدخل الخانوني. اتكلم عن مهيه القانون. ايش طبيعة القانون. وهميته وخصاصه. القانون اه باللغة مقياس كل شيء وطريقه. انا بهمني المستقل الخانون اصطلاحا. هو مجموعة الخواعد العامة. الملزمة والمنظمة لسلوك الافراد في المجتمع. هو او هي مجموعة الخواعد العامة خدوا بالكم. والملزمة والمنظمة لسلوك الافراد في المجتمع. طيب. اهنا هدا التعريف بتحفظوه جيد. اه بديش اشرح على طول. بدي اشرح واحدة واحدة لانه موجودة. رح يجي على على اه التعريف هذا بس اه اه بعت شوية. اهمية القانون. اصبح ضرورة حتمية مع تشاعب اهمية وتنبع من كترة الناس. واصبحت المجتمعات كبيرة. واصبح بينها علاقات متشاعبة. اه ومصالح مختلفة. فكان من الضروري. عشان نمنع الفوضى. يكون في حاجة تنظم العلاقة بين الناس. تنظم العلاقة بين الناس. ايش هضا الحاجة هي هي الخانون. ان هو ان هو من خلاله حتعرف او يعرف ان انسان حقوقه وواجباته. هذا الليلي وهذا مش الي. هذا حاج الناس وهذا حاجي. هذا من وين من القانون بنفعش انه انت ممكن تقول حتى احنا في بلدنا قديش فيه مشاكل. فيه قانون بس انت بتشعرش فيه. حياتك اللي انت ماشي كلها خانون. لكن انت مش شاعر فيه. انت بتعمل فيه بدون ما تشعر فيه. يعني مثلا انت بتروح على المستشفى. لم تروح المستشفى فيه تأمين. صح. تأمين الصحة حسب قانون بطلع. والقانون بيبقى ناصص على انه تدفع فلوس شرط من الشروط انك تتعالج. انه كون مسلا انه مده معينة. بعد مسا اربع خمسين بيصبح لاغي. بدون رشعالجك. ما يخد بالك. مسلا فيه الاخطاء الطبية. لو الطبيب اخطأ فيه قانون بحاسبه. طبعا احنا مقول محد لا فيه محاسبات لكن المحاسبات بتكونش بالشكل اللي انت بدك اياه ما فيه مراجعات قانونية. فيه تحذير فيه انضار فيه فصل من الخدمة بصير. وفيه الحبث. اه مسلا العلاقة بين التجار. انا اللي انت بتشوف احنا بنوكل وبنشربه كل يوم. انا كله اللي لما بوصلك بيبقى اه ماشي او داخل اه علاقات خانونية كبيرة. لما بيجي من المعابر بيجي حسب خانون. حسب شروط يعني. والضريبة خانون. وبعدين البيع والشرب بين التاجر الرئيس والتاجر التالي والتاجر التالت والتاجر وتاع الدكان وتاع الدكان ومعه. والدفاتر اللي عنده ايش طبيعتها القانونية اللي بتسجل هذا ديهم. هذا اللي هو مفاهيم قانونية. وهو قرينة او هو وسيلة لاثبات الحقوق في المحاكم اللي بتشوفه انت بسجل الدفتر هذا لو اخذوا صاحب الدكان بدون ما توقع عليه وروح على المحكمة بيواخدوا قرينة او اا وسيلة تتبات ضدك لو انت نكرت الدين. فكل كل قلق انت في بعض الزواج الطلاق النفقة. هذا كله خانون انت مش 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 ميخد بالح منهم. فكيف انت مجتمعات او دول كبير زي امريكا والتحاد السوفيتي او روسيا او بريطانيا شعوب كبيره بالملايين 200 مليون 300 مليون على سكانها وزي الصين لازم يكون فيه شغلة اا تنظم الاعلاقة بين الناس. هاذ الشينا هي الخانون. طيب الحين اا نجع التعريف انا مرض شعره لانو موجود هنا. احنا ذكرنا انو الخانون هو مجموعة القواعد العامة. التي تنظم سلوك الافراد داخل المجتمع. طيب اول شغلة من التعريف قاعدة عامة. العين بقول انا ايش دخلني كصحفي افهمها. لا انت بكرة حتتعرض للجسس هذه. انت كان في كتابتك او في حديثك عبر التلفزيونة. قاعدة عامة. القاعدة العامة يعني بمعنى انو القانون هو القاعدة القانونية هون لسوثو القانونية او احكامها ايش الهدف والغاية منها او النص القانون ي wtihانا اصير اصير خاربطة عندكم. القاعدة القانونية هو النصب القانوني لما يجوا يعملوا مواد القانون يعني يجوا يقول بدينا القانون لا الجراب لكتروني او بدنا القانون لكتجا او قانون للمحميين او قانون للصحفيين او قانون عقوباتها من ضمن الخوانين اللي بتتكلم عن الجراء circul bourienne هو القانون اللي بيب Ain الافعال والاخوال اللي يعتبرها المشارع يعني السلطة التشريعية انا مكلف pants في السلطة التشريعي كان البرلمان او الرئيس هو القانون الذي يبين الافعال التي يعتبرها جراء. انت بتروح اه مسلا صارت جريمة قدم فيك شكو واحد بتروح على النيابة بقول لك اما سنبقول هذا سب علي يقلي انت مسلا حرامي. هادي بكيفها بنسميه تكيف يعني ايش نعتبرها باعتبرها النيابة سب. وانا حاج على جريمة السب والقنف اه اتناول جراء من الصحابة. باعتبرها سب. طيب لانه اه بفتع على على النص القانوني بلاقي النص مكتوب انه هادي جريمة السب. جريمة السب معناها كده وكده هي انه تتهم واحد اه او تسلد لواحد شغلة او تغلط عليه. هو عقوبتها مسلا ست الشهور. طيب. الحين هذا النص مكالش خالد لو غلط او قال محمد او قال سعيد لا. قاعدة عامة هو بقول اي واحد بسب. بنحبس مسلا ست الشهور اي واحد بكتل بنحكم اي واحد بعمل كده باخد كده قاعدة عامة بتخاطب الجميع. مفهومة. طيب انا خاعدة الخانونية قاعدة السلوك. هو يعني احنا بدي نظم يش الخانون مش قلنا هو مشموعة خواعد خانونية تنظم سلوك الافراد في المجتمع بدي نظم سلوك يعني الانساء اللي احنا زي الاحجار او زي الاحجار مش هينتش عنا اي اشي لا اشي اجابي ولا اشي سلبي لكن لما نبدأ نتحرك. هدا هو السلوك الحركة. بنتش عنا مشاكل فعشان اي بتنظم سلوك الافراد. تنظيم العلاقات الازجمعية اللي تنشأ بين افراد المجتمع في كافة صوره العلاقات التجارية والمدنية والعلاقات الجنائية التجارية قلنا لكل الشراء والبيع والاحكاية حركة البضايع المدنية زي الاستيجار ومثلا المعاملات الزواج العلاقات الجنائية هي حكاية اعتداءات الناس على بعض برضو الخانون قلنا لكم بنظمها كمان لو لا يعتد الا بالمظهر الخارجي لسلوك الافراد فلا شأن له بالنواية طالما بقيت كاملة بالصدور ولم تتخذ مظهر خارجي ملموسا فلا يحاسب الشخص على اية القتل اذا لم يصدر من الشخص اي سلوك يعني انت عندك نية تسرق محكيتش لحد ولا قلت حد بحسب كاملة هو بحسبك لو سرقت يعني العلاقة في السلوك الخارجي طيب ايه من اللي حجاب المتخلص المحاضر هنا القاعدة الخانونية لازم اخترانها بجزاء مادي ما احنا قلنا القاعدة الخانونية في التعريف خاعدة ملزمة بدون الزام ماحدش هيطبقها لانه الناس بطبيعتها ااا بتحب الحرية وبتحب تتصرف على كيفها فبدون جزاء ما حدش حيلتزم بالخواعد الغانية وطبعاً اللي بوقع العقوبة هي السلطة العامة يعني الدولة ونواع الجزاءات منها جزاء جناي نتكلم عن نواع الجزاءات تلتة نواع الجزاء جناي هو عبارة عن العقوبات التي توقحها السلطات العامة على نفس الإنسان على شخص يعني على مثل الإعدام أو على حريته يعني حبسه أو سجنه أو الغرامة أو المصادرة الجزاء المدني هو الجزاء اللي توقعها في السلطة العامة في حالة على حق خاص أو أنكاره ونصور جزاء المدني الجزاء المدني لو أنت مثلاً آآ في لك أرض وجارك الأرض جيت حطيت مثلاً بريد حائط في أرض جارك آآ بتتدخل آآ السلطات وتوقع عليه جزاء يا إما بتدفع الفلوس يا إما مثلاً بتهد لك الحيط آآ التنفيذ يبري هو الزام آآ البائع آآ بتسليم البائع المتفق علي يعني أنا باشتريت عربية من شخص ما رضيش يسلمني إياها بلزموه إنه يسلمني العربية مدام في عقد وفي شهود لو مسلاً آآ خرابت شغلة التعويض خرابت شغل إلى واحد ومنفعش آآ آآ أزبطها بدفعوني فلوس بقيمتها البطلان هو إنه كون فيه اثنين متعاقدين آآ وكان في آآ خلل في العقل بس خلل آآ رئيسي فمنسميه مطلان مطلق إنه يكون مسلاً تعاخد آآ إنه أنا آآ مسلاً مضغوط علي آآ مهدد حطين سكينة على رقبت أو مهددين بسلاح هذا العلاقة بالرضا لازم إنسان يتعاقد مع الطرف التاني وهو راضي أو مسلاً آآ مجنون وتم التعاقد معه فهو يعتبر هذا العاقد لاغي وفي عقد نسبة يتمثل في وجود غلط أو التعاقد آآ آآ في آآ في غلط في التعاقد أو تدليس أو استغلال. مسلاً أبيعك سيارة على إنها الفين وعشرين تتفاجي إنها موديل التسعين. فسخ العقد بكون العقد سليم ولكن آآ يمتنى أحد المنتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أنا جايل كلش هذا الشغلات آآ آآ عدم النفاذ بديل حال يكون العقد سليم وتعاقدان ملتزمان بتنفيذ التزامهم ولكن غير معتد فيه في مواجهة الغير الذي لم يكون يكن طرفاً بالعقد يعني أنا وأنت عاملين عقد وبنبيع أرض واحد طيب هو مش موجود الزلمة فبنفذش في حقه. يعني أنا وأنت أنا بعتك وأنت اشتريت طيب أنا لا أملك الأرض بعتك كيف فبنفذش بحق الطرف الثالث صاحب الأرض. الجزاء لداري يمكن أنا أشرح هذه الجزوية وبتفهم كليش أنا بحكي عن الخوانين الجزاء لداري يوقع على مين على الموظفين موظفين الدولة يعني آآ هذا الجزاء بنفعش يعني موظف الدولة ممكن يعمل جريم وينحبز ممكن آآ يعتدي على ناس و ويدفع التعويض يحرج لناس سيارة أو آآ يخرب شغلة ويدفع حاجة لكن الجزاء اللي داري آآ بنطبقش اللي عليه عموظف السلطة الدولة ميخدين بالكم يعني كل الجزاءات اللي ذكرناها بتنطبق على الموظف العام موظف العام يعني كسف في الدولة وبنطبق على كل للناس لكن الجزاء اللي داري بنطبقش على على الناس عمت الناس بنطبقش إلا على الموظف العام طيب الآن انت كصحفي كتير في قصص إلا علاقة وبنخص في الدول المتخلفة معظم المشاكل بتصير من الموظفين الاعتداء من الموظفين الغلط من الموظفين آآ التقسيم من الموظفين قصص كتير بالموظفين آآ طيب انت مثلا قضية كبيرة في البلد او آآ مش كانت صغيرة يعني بدي آآ واستهواك الموضوع انك تكتب في يعني مثلا موظف نقول مثلا طبيب قصر مع مريض او اداري في المستشفى قصر مع مريض وانت يعني حاسب ان هذا الموظف لازم يتعاقب طيب ما تعاقبش انت لازم تعرف انه في عقاب ليش ما تعاقبش ولازم تعرف العقوبة عشان تكتب في الموضوع ما هي كل المشاكل المهمة والبتعمل سبق صحفي الا علاقة في معاملات الموظفين هل الموظفين هدولة كويسين هل الادارة كويسة المسؤول كويس بعاقب بتابع موظفينه طب ليش في فساد يعني مثلا نجي نحكي عن الفساد في الوزرات في المنسات الدولة لانه مثلا في الشعقاء يعني زي مثلا عمال النظافة كانوا زمان معظم عمال النظافة تبعين لاجهزة الدولة اللي ينظف ينظف هو ميه خدرات واخر الشهر فيش متابعة فيش جزاء انه يجي يجي المسؤول تطلع على المستشفيات او المؤسسات انه في وساخة وفي اجارة لانه بعد انت بتكتب عن الموضوع عن التلوت مثلا عن التلوت في الشوارع عن الزبالة واقوام الزبالة في الشوارع مش تكتحكي عن الموظفين وتحكي عن العقاب طب انت جد مش هكو ما عجبوش مش تكتفهم انه في عقاب فهذا المواضيع كلها القانونية انت اصلا كل شغلة قانوني انت بكرة اثناء عملك كل يعني القضايا الفنية هذه مثلا تنزل صورة حلوة اتنزل اذا مش شغلة انت كصحفي مش شغلة يعني ممكن تنتقد انه مثلا واحد اخد جائزة قضايا بسيطة على الصورة والصورة مش مناسبة ويمكن واحد افضل من واحد اذا مش موضوع مهم لكن القضايا اللي بتعمل سبق صحفي القضايا اللي الا علاقة في سلوك السلطة في البلد فلازم تفهم القوانين الماشى على السلطة على الموظفين وانواع جزاءات والسرجات والنصب والاحتيال والفساد كل هذا بهمك عشان تعرف تشتغل عشان كمان انت لما تشتغل وتنتقد ما انت عارف الدولة هي اللي بتوقع جزاوي ممكن تعبسك انتك تعرف تكتب صح لانه ممكن نقول لك تعال عطول يعني مش زي مواطني قدم فيك شك وممكن يحلوها ناس يتدخلوا ناس اا لكن الدولة بدت تنتقن منك لانه انت بس لان فضحتها كشفت فسادها كشفت الانحراف فعلشان ايك لازم انت تفهم هاد الشغلان طيب انا حاج على المواضيع هادو كلها كلها هتتكرر بس بشكل اوسع لكن من امثلت الجزاء الجزاء الاداري هو الانضار انه بتم انضار الموظف انه ما يكررش الخطأ او اللوم او الحرمان من العلاوة انت عارف الموظف له علوات سنوية او علوات شهرية ممكن يخصموه عنه او يخصم مرات بوقع يومين ثلاثة شهر شهرين واخر جزاء ممكن يطبق على الموظف هو الفصل من الخدمة لكن الموضوع عشان انا سكر المحاضرة عشان مساحة التسجيل مصادر الخانون من وين بيجي الخانون وين منبعه وهذا مهم جدا ايضا اليك انت بكرة بدك اتابع مسلا اا سلوك السلطات او السلطة التشعيل بت اا اللي بتصدر الخوانين او بتسن الخوانين هل مسلا اا كان اا اصدار الخانون بشكل سليم بدك تفهم الكلام هذا اا النصاب بتاع المجهز التشريعي عدده الحضور كل هذا المواضيع بتهمك اا هل مسلا كان اا اصدار الخانون بشكل سليم الخطوات المتبعة اا احنا اا مصادر الخانون في كل دول العالم فيه مصادر رسمية وغير رسمية المصدر الرسمي والاساسي هو الدستور الدستور او احنا عنا مسمى اا القانون الاساسي لان احنا لسه بلد صغيرة او ناشا فسمنا الخانون الاساسي او الدستور المؤقت اا هذا الدستور هو مجموعة القواعد العامة الذي تحدد شكل الحكم هاي مهمته يبين ان كان الحكم عندنا برلماني او رئاسي يعني الرئيس هو اللي فيده الصلاحيات كلها او رئيس الوزراء هو اا اللي فيده كل شيء او نظام الحكم ملكي او جمهوري وعساسه بشبسيش انه احنا بكون عنا النظام جمهوري شوي اللي الرئيس عامل حاله ملك. بالفقش. في دستور دي كله تعال في دستور بحكم العلاقة بينه وبينها. وهذا الدستور اللي بنوضع اول ما بنوضع بنوضع بالشكل التالي بشكل سريع بنوضع اا يا اما بتتشكل اا لجنة كبيرة من البلد من فقاء الخانون والعلماء وبحطوا هانا الخانون بصير استفتاء عليه. يا اما موضوه على السلطة التشريعية البرلمان وبيوخد الاغلبية حوالي التلتين لازم يكون اغلبية صاحقة. طيب. قلنا هو البين بين شكل الحكم وهو بين نظام الحكم ملكه ولا جمهوري وهو البين طبعا عموميات ببين وبين الحقوق والحريات العامة للمواطنين حجك. حرية الرأي والتعبير حجك في الصحافة حريتك الشخصية من حجك في الحياة. حجك في الحياة هذا اهم حاج. حجك في العمل حجك في حرية الرأي والتعبير. يعتبر دستور اعلى تشريع اعلى قانون في البلد. والقوانين اللي اقل منه اي قانون يعني قانون العقوبات. قانون لجراءات الجزائية. قانون للعمال. جراء ملكتروني. قانون نخبط المحامين الصحفي. مش لازم يتخالف معه. اي مخالفة للقانون الدستوري او الدستور تعتبر هذه مادة القانونية غير صحيحة ويتم لغيها او لغاءها. التشريع هو القانون اللي عادي اللي بصدر من السلطة التشريعية او بصدر من رئيس الدولة اا وفق اا شروط معينة. رئيس بصدر قوين وفق شروط لما نكون احنا في حالة طوارئ زي ما احنا الان في حالة انقسام عشان هيك بتلاقوا مثلا اا قانون العقوبات. كلمة قانون العقوبات هذا من التشريعي. لكن لو لجيتوا لجيتوا كلمة اضافة خانون خرار بخانون. خرار بخانون قانون العقوبات. كلمة قرار ضاعفوها من الرئيس. طيب هذا الموضوع كبير وحنتكلم فيه لقدام مع الامتلة. اا يعني اا عن المدة الطوارئ اللي بتشوز فيها للرئيس اصدار القوانين. وهذا الموضوع حلوة. ممكن انت لو صارت في بلدنا وهي سائرة كتير يعني. ممكن تنتقدها وتتكلم عليها وتشيب قوانين وادلة في الموضوع. اا الشريعة الاسلامية من المصادر الرسمية في بلدنا. وطبعا يمكن تبين اا تعرف اا انه انها مصدر رئيس في موضوع الاحوال الشخصية في موضوع الزواج والطلاق والنفقة احنا احكام او اا الشريعة هي اللي بتحكم اا مسألة الطلاق والاسرة في المجتمع الفلسطيني. المصادر الاحتياطية العرف واحكام الخضاء ورأي الفقهاء. مبادئ الخانون الطبيعي وقواعد العدالة. الان احنا حلنهي المحاضرة عند الان اا ونخش اا او ندخل على المحاضرة الدانية وهذه المبادئ انا بدي اياك وتفهموها. هذه مواضيع كويسة ممكن انت فاتنا عملك تشتغل في عليها كويس لو صار فيها خلا. طيب اا لحتى الان اا خلص وصلنا لهاية المحاضرة. ان شاء الله ااا. شكرا